مفيش بيت في مصر مفيش حد إذا كان كبير أو صغير مش بيشتكي من وجع المفاصل وغشونة الرجبة وألام العمود الفقري وفي نفس الوقت يخافوا يروحوا لدكتور يكشفوا ويبدأوا يشخصوا الحالة لنفسهم يعني اللي عنده وجع في الظهر أو الرجبة يقول دول شوية برد من المروحة أو التكيف وياخد أي مسكن وخلاص وده أكبر غلط لأن العلاج المبكر بيفرق كتير جدا عن العلاج المتأخر ولازم نستشير دكتور أول ما نحس بالوجع ونعرف الوجع ده من إيه وعلاجه إزاي عشان كده النهاردة هنتكلم عن ألام العمود الفقري وخشونة الرجبة والصداع النصفي والحزام الناري مع الدكتور أشرف خليل استشاري علاج ألام العمود الفقري والمفاصل بالتدخل المحدود دكتور أشرف أهلا بيك منورني أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بشفاديلي بنتكلم في موضوع يمكن مهم وزي ما قلت الموضوع ما بقاش للناس كبار السن بس يعني زمان كنا نقول الناس اللي بتشتكي من ركبتها ولا من العمود الفقري ولا من أي ألام في العظام دي الناس بقى اللي كبرت ويعني تعبت وشئت نحن بنشوف 15 سنة أو 15 سنة يعني مع الأسف دلوقتي سن بيبقى صغير قوي وفعلا المرض ما بقاش ليه سن معين بييجي فيه خلينا نتكلم عن العلاج المحدود بيبقى إزاي العلاج اللي احنا بنسميه اللي هو العلاج التدخلات المحدودة دي طريقة ظهرت في الطب ببداية الألفينات كانت موجودة قبل كده في تخصصات تانية غير ألام الجهاز الحركي كانت موجودة في تخصصات تانية زي الجراحة مثلا كان موجود بدل ما كان بيعمله المرارة بالفتح العادي بيعملوها بالمنزار فده اسمه تدخل محدود التدخل محدود هو يقصد أنه بدل ما يفتح فتحة كبيرة هو إما بيدخل عن طريق أسطرة أو يدخل عن طريق منزار الحاجة دي الدخلة الصغيرة دي بتخليه بالكاميرا بتاعته أو عن طريق جهاز الأشعة يقدر يشوف من جوة ويوسع الفيلد بتاعه يبقى شايف مساحة كبيرة بس الفتحة نفسها هي الصغيرة دي خلت كتير جدا من المشاكل اللي كانت بتتم بالجراحات العادية ما بقيتش موجودة فترة النقاها أقل المريض يرضى يرجع بحياته أسرع الألم اللي بيتعرض له أقل المشاكل والمضاعفات بتاعت الفتح الكبير ما بقيتش موجودة ويتخليه يرجع لحياته شبه أو نقدر نقول كما كانت قبل الإصابة اللي كان بيصب وبتالي الوقت كمان بيبقى أسرع يعني دايما الناس تقلق وتخاف من فكرة أي تدخلات في العظام أو في العمود الفقري لأنه ده هيعد شهور على ما يارف يتحرك فدي بتخلي المريض يتحرك في نفس اليوم يعني ممكن بعد الإجراء المحدود ده أو إجراء التدخل المحدود العملية اللي بيعملها يقدر يمشي بعد العملية بساعة أو نص ساعة بجوة المستشف أي أن كانت هي أي نوع العملية ده؟ طبعا في عمليات ممكن يطول شوية بس ما بقيتش مش زي الجروحات يعني على الأقل إحنا كل العمليات بيمشي في نفس اليوم دي الميزة بتاعتها ما بيبيتش تقي يوم في المستشف ومن ثاني يوم بنقوله مارس حياتك بشكل شبه طبيعي في بعض العمليات هي اللي بنقوله خد محازير معينة ما تتحركش كتير في أول أسبوع لكن بالمقارنة بالجروحات العادية لا خلت الأمور تفرق كتير بدل ما كانت شهور بقت قيب طيب الصداع برضو ما عملوش كبير دلوقتي يعني دلوقتي بلاي أطفال بيشتكوا من فكرة الصداع إيه الفرق بين الصداع النصفي والعصب الخامس؟ لا برافو عليك هو السؤال ده جميل جدا لأنه هو بيتلغبطه مع بعض الناس ساعاتي يعني الناس ممكن تيجي بنوع من أنواع الصداع ويبقى متشخص من الدكتور على إنه عصب خامس وممكن العكسي بأعصب خامس ومتشخص على إنه صداع فكرة العصب الخامس بتحصل دايما يعني بنقول ما بعد سن الثلاثين لمعانا متاح لغاية سن الثمانين دي بتبقى نتيجة الجدر العصب الخامس اللي بيغز الوش بالإحساس بيحصل فيه نوع من أنواع اللخبطة أو بيبقى جنبه شريان بيخبط في العصب ده يخليه جبله ألم شديد جدا في وشه مريض العصب الخامس بيبقى عارف نفسه أول ما يروح لأول دكتور ويقوله أنت عصب خامس وبتاخد العلاج الفلاني بيأثر كمان على الوش وعضلات الوش والعينين ده بقى العصب السابع ده حاجة تاني آه كويس حضرك بقى كويس جابتي ملحوظة جميلة جدا أن اللي معاه إعوجيك في الفم وشكل العين ده عصب سابع ده ناتج نتيجة ده إصابة العضلات اللي بتحرك الوجه لكن التاني ألم ومش متأثر يبقى ألم بالشدة دي كده ده اللي هو العصب الخامس اللي هو ما بيأثرش على ريأكشنات الوش ولا شكل اللعينين حضرك لو شفتيه مش هتعرفين عنده حاجة لكن هو هيشتكي من وجهة شديد جدا فدلوقتي العصب الخامس بقى فيه تقنية بدل كان زمان الجراحة شديدة جدا وبيتم فيها فتح الجمجمة من وراء ويضطر يلعب جنب المخ علشان يفصل الشريان ده عن الجزر العصب دلوقتي بقت عملية بسيطة عن طريق حاجة اسمها إبرة تردد حرير الإبرة دي كده عملية لايف حقيقي دي صورة الأشياء اللي احنا مشتعل عليها جوة العمليات فهم هي دي المريضة وده الشكل اللي احنا كنا شايفينه قبلها المريضة دي بتبقى صحية دي نميزة فيها معقولة؟ اه بناخد بنج موضعي زي بنج الأسنان كده هو أنتوا كده داخلين ايه بقى يا دكتور؟ هنا بنبقى داخلين بنج موضعي المريضة بتبقاش حاس بنا ده الشكل اللي احنا داخلين عليه يعني ده الشكل المريضة لكن ده الأشياء اللي احنا بنشتغل بها الشكل الأشياء دي أول ما نوصل بإبراتنا للمكان اللي احنا شايفينه ده على الشاشة التانية اللي هي المدورة بنعمل حاجة اسمها استيميوليشن أو بنقول المريض انت حاسس بشكل الوجع اللي انت بتحسي به ولا لأ عن طريق الجهاز فيقول لي اه هنا أقول للمريض أقول له خلاص أنا هنيمك دلوقتي لمدة خمس دقائق أول ما هشتغل بالجهاز خمس دقائق دول وحضراتك تقوم تروح بالسلامة ماشي على رجدك في المكان ده حتى ما نحطش لبلاستر ولا حاجة خالص لو رغم إن شكل الإبرة ساعت ممكن يكون مؤذين بعض الناس بس دي أقل من إبرة بنجل أسنان واجعها أقل من بنجل أسنان فلزانك المريض بيبسعيه جدا أول ما بيخلص عملية ما بيحسش إن احنا عملنا لحاجة دي لما التدخل بقى ده اللي بيحصل يا دكتور بيتم إيه جوة بتعمل إيه جوة لغاية المخ فكده المريض ده كانت مشكلته كلها إن العصب ده متجنن وعمل يطلع إشارات ألم بدون داعي فبدل ما كنا زمان بنضطر إن احنا ندخله بعملية عشان ندمر العصب ده أو بنعمل حاجة اسمها جامع نايف بدل الوقت يبقى مجرد الإبرة البسيطة دي والعيانة عايزة أقول له حضرتك في نفس اليوم يقدر يرجع بيته وتاني يوم ده كده العلاج بالتدخلات المحدودة لعلاج العصب الخامس ممكن المريض ينزل شغله من تاني يوم عادي يعني لو عملناها مثلا في نفس اليوم الخميس ممكن ينزل الجامعة لو عملناها الأربع ينزل الخميس ما عندناش مشكلة خلصة ما بيعودش بقى ولا زي ما كنا بنقعد نسمع زمان والناس بقى الآن أو خايف العملية بتاعت العملية دي كان بيقعد على الأقل شهرين في البيت العملية الجراحية لأن حضرتك بتقول إنه كان بيبقى فتح فتح في الجمجمة من وراء وكان بيطار يحلق شعاره خالص وبيخرج بقى ممكن إنه كمان يخرج يقعد يومين ثلاثة في العناية مركزة بعد العملية لأنها كانت عملية هربة المرعبة شوية وكانت بتخد نجا من جد وكان بيبقى فيها نسب وفيات مش قليلة ياه لبس ده حاجة هايلة جدا خلينا نتكلم بقى عن الأقلام اللي بتبقى في الركب والمشاكل اللي بيعني منها ناس كتير جدا كبار وصغيرين ويقول في كهرباء في ركبتي في زنة في ركبتي حاسس إن أنا رجلي مش شايلاني بيتم العلاق فيها برضو إزاي بالتداخل محدود؟ دلوقتي التداخل محدود لما دخل في إصابات الرجبة دخل بحاجتين حاجة اسمها التردد الحراري والأسطرة وإداء عشان نمنع إشارات الألم اللي بتطلع من الرجبة بدون داعي لو مش لقيين إصابة محددة أو في إصابة زي خشونة جديدة ومش عارفين نعمل مفصل صناعي للمريض ده فبقينا بنضطر نوقف إشارة الألم علشان المريض يعرف يتحرك بدون الألم بتاعه أو بقى فيه حاجة صحيحة جديدة اسمها ريجانرتف مادسن اللي هو الطب التجديدي الناس اللي عندهم قطع محدود في الغضروف بدل ما كنا مندخل نضطر بالمنظر ويدخل وندخل المريض ونعمل عملية في رجبته ونفتح كم فتحة للمنظر وبعد كده نقوله قعد في البيت فترة طويلة وبعدين قعد العلاج الطبيعي وخلافه لأ دلوقتي بيبقى عن طريق القبر الصغيرة دي بنقدر ناخد عينة اسمها خلايا جزعية من المريض ونقدر نزرعها على الغضروف نفسه علشان لو فيه قطع كده يقدر يلتأم وينصلح الغضروف من جوا بدل زمان العمليات ما كنا بنقطع الحتة المقطوعة دي ونطلعها براً بغضروف كانت العملية اللي بالمنظر بتسبب خشونة مبكرة في المفصل وكانت بتعمل لنا مضاعفات بس بعدها بالضبط كان أهو ده دي طريقة دي اللي احنا بنتحرك بيها بنفضل نحك في الغضروف مع بعضها دي الحركة الطبيعية مع كدر الحركة بالكتير بيحصل التهابات والسطح بيتهري زي ما بنقول كده بيحصل زي فتولة خفيفة فيه يبدأ يتناحل الغضروف لغاية ما يحصل له تهتك ويبدأ الغضروف ينعم 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 ويقال لغاية ما يبقى شفيه غضريف خلص أسباب اللي تخلينا نوصل لكده دكتور زيادة الوزن مثلا الأملاح يعني فينا أملاحك كتير غلط دي أكبر عامل زيادة الوزن رقم اتنين فيه ناس بما عندهم استعداد وراسي للحكاية دي قبل ناس تانية فيه بقى الاستعمال الخاطئ زي طلوع استعدادة كميات كبيرة المجهود الكتير المجهود وانت مش مستعدله يعني مش مثلا رياضي وانت تقدر تقوي عضلاتك وتقدر تحافظ على رجبتك وفي نفس الوقت بتعمل مجهود كبيرة هنا بيتعمل المشكلة دي الأعصاب اللي بتاني الإشارات الألم من الرجبة فإحنا بندخل عليها بجهاز التردد الحلالي عن طريق أسطرة الفيعة خالص العملية دي بتستغرق حوالي من رابع نصف ساعة جوة غرفة العمليات بتحط بنجي موضعي وبعد كده بنوصل للمنطقة بتاعتنا والمريض ما يبقاش حاسس بينا وإحنا شغالين وبنتكلم معاه وإحنا في قطة العمليات مندخل القبر بتاعتنا كده والأسطرة بعدها من جوة القبر دي عشان نقصر على العصب كده تقريبا حوالي 80% من الأحساس بالألم بتاع الرجبة تقريبا بيروح المرحلة دي بنعملها في حالجات معينة يعني إما مريض عنده خشونة جديدة وسنه صغير فمش قادرين نركبه مفصل دلوقتي أو كبير في السن ومش عارفين نركبه مفصل أو في مرحلة خشونة وإحنا لسه مستنيين لما يوصل لمرحلة إن إحنا نركب المفصل بتاعه فدي بتبقى مرحلة ترانزيشنال زوني أو بنسميها مرحلة وسطية ما بين ده وده ما بين العلاج العادي اللي مش جايب نتيجة وما بين المفصل العملية الكبيرة إن إحنا نشيل الرجبة خالص ونحط المفصل جديد طيب الشوكة العزمية بقى إيه دكتور برضو ممكن طيب أعلق على الحطة دي بس دي بقى الخلايا جزعية يعني بعد ما بنعمل ترادو الحريري نبدأ نحن الخلايا جزعية جوه المفصل بتاعنا عشان يتحرك بشكل طبيعي علشان يبدأ يجدد الخلايا بتاع الغضروف اللي حصل له تآكل ده فيبدأ الغضروف ينعم شوية والمريض يقدر يحافظ على اللي تبقى من الغضروف عنده يحافظ عليه الزمن قدام شوية مع طبعا الاحتياطات اللي احنا دايما نقولها له زي خلي بالك من الوزن خلي بالك من القعدة بتاعتك خلي بالك من تانيز الرجبة بلاش تلوها سلام كتير كل الاحتياطات اللي بنقولها دي لازم يتبعها برضو يعني مش يعمل غلط ويقول إن العملية هتحميني ماما طيب الشوكة العزمية بقى الشوكة العزمية قولي الأول هي عبارة عن إيه يعني نقدر نفرق بينها مثلا بين الخشونة إزاي ما بين الألام اللي ممكن تيجي إزاي في الرجل إحنا دايما كنا أسمع والتشخيص ده منتشر مش مابيني الناس بس ده كمان مابيني ده كتر إن أي واحد كعب بيوجعه ده يبقى الأملاح زيادة أو حمد اليوريك زيادة لأ ده يعني عايزة أقول لحضراتك يمكن واحد أو اثنين في المية من التشخيصات اللي ممكن نقولها له هكذا لكن ما فيش واحد اسمه عنده النقرس وكعبه بيوجعه يبقى كل اللي بيوجعهم الكعب يبقى ده نقرس للأسف بيجي المريد بلاقيه داخل علي بتحليل النقرس ويقول له يسيري دكتور قال لك قال لي ده أنا عندي نقرس وداني علاج النقرس ولاقي النقرس بالنسبة له طبيعي طب ليه كعبي بيوجعني يا دكتور الأسباب اللي لا تعد ولا تحصى يعني أنا ممكن نقول لو قاعدت أتكلم مع حضراتك أسكلك دوقتي عايشين سبب لألام الكعب فقلم الكعب ما بنقدرش نختصرها في النقرس بس لأ ده فيه حاجة اسمها الشوكة عظمية فيه حاجة اسمها الوسادة بتاعت الكعب نفسها اللي ربنا خلق عنا من الدهون ممكن تحصل فيها أنها تنعم شوية فالمريد يبدأ يحس بالقلم نتيجة ضغط رجلية على الأرض ممكن يحصل أنواع معينة من الالتهابات ممكن يحصل تمزق في فرشة الكعب ممكن نقول فيه حاجات من أنواع من الالتهابات المتزمية ممكن تكون موجودة ممكن نقول شوكة الكعب ممكن نقول فيه يعني ده أسباب كتير أسباب كتير أحنا بنحض نشخصها كلها ونلقصها في أنه ده نقرس ده المريد بيجي بقى هو ده نقرس في الدكتور فأنا عايزة إليك لكن إحنا بنقدر نشوف المريد بنبدأ نمشي معاه خطوة خطوة علشان نعرف تشخصنا إيه بنبدأ الأول نقول له عمل لنا أشعاعات فلانية نبدأ نقول له عمل لنا التحليل نطلعه ونكشف عليه على الشيزلون وبعدين بنعمله كمان أشعة اسمها أشعة صمارة نقرد معرفنا إيه السبب إن موجود وجعله كعبه بنقدر نوصف العلاج المناسب فيه حاجات بتبقى علاج عن طريق إن هو ياخد علاجات بالفم أو علاجات موضوعية ويرتاح المريض وفيه علاجات بيبقى لازم يأمع أنواع معينة من الحق أو أنواع معينة من التدخلات المحدودة زي ما احنا ما عملناها كده فمش كل المرضى بنمشي معاهم بإسلوب واحد ده يعني إيه عايز يمثل إن فيه شوكة في الكعب كل ما ييجي يدوس على الأرض يحسن ده موقف تمثيلي كده بيعبر عنه بالشكل ده هنا دي عملية دي عملية تدخل محدود في كعب المريض إحنا غسلين دي رجلية كلها هو بتدين ومعقمين وبعدين بندخل بالأسطرة رفياعة اللي من الجنبين دول المريض ده أنا عايز أقول له حضر لك واخد بين الموضعي بيتكلم معنا وإحنا شغالين ما عندهش مشكلة خالص الشكل الأشياء هي الصورة اللي على الجنب دي بعد ما بنخلص عملية بيبقى الإبريتين كده وبنبدأ نحطهم والمريض بيبقى متعاون معنا حاسس بالإشارات اللي إحنا بنعملها دي يقول لي آه حاسس الحاجات الإشارات الخفيفة دي قريبة من الألم اللي أنت بتحسه إنت تخليل أولي يحددلك الألم بالزبط كده وبعدين ينام وبعدين كده ساعة ما يجب يشتغل الجزء المقلم لازم ينام الجزء المقلم هنا لا يتعدى خمس دقائق فمنقول له إحنا بننايمك بس خمس دقائق هنشتغل فيه عشان لما تصحى نبدأ نقول لك تشوف نفسك هل في وجع ولا لأ فلما يقول لي لأ مفيش وجع يبقى أنا أصبت الهدف بتاعي مصبوط وأقول له خلاص حمد الله على السلامة ويروح برضو بعدها بنص ساعة وبيمشي عادي وبيمشي عادي وقتها آه بيمشي عادي يروح في نفس التوقيت تقريبا بعدها بنص ساعة وما بنقول لهش أي احتياطات غير أن يلبس حاجة في الشوز بتاعه وبعد كده بنشوفه في ريالة بعدها بأسبوعين وأقول له حمد الله على السلامة ألف وفرق في الغالب بيجي يقول لي عمال لي رجل التعليم في الغالب يعني في الغالب مريض عنده الاثنين يقول لي لأ أنا رتحت كده فأنا عايز أعمل بس هي ممكن تيجي في رجل واحدة بس ولا بتيجي في الاثنين مع بعض هي الأغلب بيجوا الاثنين مع بعض أغلب الحالات لكن فيه ناس أو بتيجي فيه رجل تسبق الرجل التانية مثلا بسنين يعني ممكن واحد يجيره الرجل السنية دي ويجيره بعد سنتين ثلاثة الرجل التانية طيب تثبيت الفقرات بقى دكتور وأعتقد أن زيب تبقى بردو من الحاجات الكبيرة يعني مش بسيطة أنت مش أهلا أنت بنقلقنا من الموضوع لموضوع جالي كان تثبيت الفقرات كان زمان عملية مرعبة قوي لأن كنا بنطلق نفتح فتح كبير في ظهر المريض علشان نقدر ندخل بالدعمات بتاعتنا من أكتر العمليات اللي تقلق أي حد في جونيا حيب إذا يقولك يبقى فيه أي ألم في العمود الفقري يقولك لا أنا عايش بالألم اللي أنا فيه دا لك إن نعملش دا وهي وفعلا إحنا بنقول لو فيه ألم ممكن يتحملها ويعيش حياته بشكل طبيعي بدون مسكينات عنيفة إحنا بنقوله برضو تعايش لكن لو فيه ألم مش قادر يتعايش معاه والمريض مش عادي في روح شغله ولا يمرس حياته لأ بنضطر ساعتا أن إحنا نقوله لأ لازم نعمل التثبيت كانت مخيفة زمان بسبب أن إحنا كانت فتح كبير دلوقتي بقت اسمها جراحة ملاحية جراحة؟ ملاحية يعني إحنا حية يعني هو بيقدر يتحكم في الدعامة بتاعته من عن طريق آلات كبيرة كده بس من بعيد علشان ما يضطرش يفتح فتح كبير بدل ما كنا زمان لو ده ده دهر المريض نضطر ندخل الدعامة كده لأ دلوقتي نضطر ندخل الدعامة بالشكل ده فيبقى الدعامة بدل ما كان فتح المريض فتحة بطول الدعامة نفسها لأ دلوقتي يبقى بقطرها بس فهنا بقت أبسط كتير بقت أبسط كده يشوف الجهاز شكله كبير جدا وعنيف لكن اللي بيدخل جواد الجسم المريض هو يضوبك القطر حاجة صغيرة فده بيبقى بيخلينا نقدر نعمل عملية التثبيت بدون ما نضطر للفتح اللي كان بيقلقنا وكل ما الفتح بيكبر ده بيسبب لنا ضعف في العضلات بيسبب لنا تهتك في العضلات تهتك في الأربطة بنتضطر إن إحنا يبقى عنده تحفظات كتيرة جدا بعد العملية ما يعملهاش طول عمره ممكن يعملنا حاجة اسمها تلايف والتسقاط فكل الحاجات دي تقريبا تقريبا انتهت مع وجود الجراحة الملاحية بس هي المشكلة اللي عندنا مين المريض اللي بنختاره نقدر نعمله يعني دي تناسب ناس وناس لأ بالضبط كان يعني حتى الآن مقدرناش الطب مقدرش يلغي الفتح الكبير ده نهائي ولكن قدر يصغروا وياخد جزئية كبيرة جدا من المرضى ما يعملهم مين الحالات اللي ينفعها ومين حالات اللي ينفعها دي بتعتمد على حاجات كتيرة جدا طبية المريض نفسه مش هيقدر يعرفها لكن إحنا بنقدر عن طريق حاجتين أسينتين الشاك والمريض والكشف عليه الداخل الهيادة وشكل الأشعات بتاعته سعب نضطر أن احنا نطلب بدل أشعة أشعة واثنين وثلاثة واربعة علشان نقدر نحدد له أنت ينفع لك دي ولا لا يعني في النهاية طبعا النتائج دي هيلة وإحنا فتحنا النهاردة في كذا موضوع ممكن أنا بقول كل موضوع منهم بيبقى محتاج حلقة لوحده دكتور أشرف خليل استشاري علاج ألام العمود الفقري ونفاصل بالتدخل محدود نورتني بشكر حضرتك جدا يا الدبس بشكر أشوفك على خير بشكر حضرتكم مشاهدينا لو عشتوا بكلية عمر أشوف حضرتكم بألف خير السلام عليكم